السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب بلا ما نسى وخوتنا اللي في الغربة غدا موعد الحسن غدا تو بي او نو تو بي غدا التصويت على التقرير المالي والادبي وخاصة التقرير المالي الفضيع التقرير الذي يمكن نعتبره التقرير الاستثنائي والتقرير المالي الذي يمكن منذ بداية الاستقلال لم نرى تضخيم لمبالغ ومصاريف ضخمة جدا منذ الاستقلال انه التقرير المالي لسنة الفين وعشرين للاتحادية جزائرية لكرة القدم التقرير المالي الذي رأينا فيه مثل ما تكلمنا سابقا الكباش والخرفان اكثر من خمسمائة وستة وسبعين مليون التقرير اللي فيه مصاريف المحاملات اكثر من عشرين مليار التقرير اللي فيه الكاراز اللي دخلوها في الفين وتسعة عشر اش اه تقرير الكاراز ثلاثين مليار وانهم تفاهموا اه وديا التقرير اللي فيه فضائح ايضا وخروقات وفيه البيض وفيه الحمل كونجلي وفيه العديد من الامور هذا التقرير اللي راح يكون مسئولية كبيرة على عاتق اه الجمعية العامة اول مرة راح تكون جمعية العامة امام فرصة للتاريخ فرصة انها تثبت وجودها هذه الفرصة انها تخليها انه الرئيس القادم راح يعمل الف حساب للجمعية العامة مهما يكون ولو يكون عنده نواية انه اه يختلص او قدر الله او نواية انه يذخم فواتير او لقدر الله لما يرى انه جمعية العامة انها توقف لندل لندل الرئيس الاتحادية وانها تحاسبه وتكون كأنها لجنة قانونية في حد ذاتها سوف يخاف كأنها يعني محكمة انصحها القول سوف يخاف ويعمل لها الف حساب اذن قبل ما نقول انه الدولة زي ما تتدخل وكيف ملايير تصرف هنا ويمينة ويسارا اول شي قبل ما تدخل دولة المسئولية الكبيرة على عاتق الجمعية العامة ومسئولية القانونية للجمعية العامة جمعية العامة غدا دور ليسه دور المشاهد او متفرج او دور الرقيب والحاكم والدور الاساسي الجوهاري انها تمنع هذه الخروقات وتمنع هذا التقارير المالي الشانية على بالنسبة لي لانه تقارير هذا المالي في يعني ما قدرش نصوره انه درجة تذقيم المبالغ والفواتير الى نوصل الى الامر نشروا خرفان بخمسة مية وستة وسبعين مليون ورنا رايغين ملايير الكاراس شركة من دول موافقة للأعضاء الجمعية العامة رأس مالها مليار عشرين مليار اه اه والقوضة المحامين والقضاء اه 5 مليار يعني وصلت الألبسة الرياضية 15 مليار وخمسمائة مليون يعني وصلت قيمة الألبسة الرياضية الاديداس ويقولون انت عاقديت مع الشركة الأوم اكثر من 15 مليار ايضا اللي اه اه نقطة انت الحب الكونجلي اللي اتكلمت عليه في البداية الحب الكونجلي 186 مليون وخلي وخلي والفلاش ديسك 100 مليون وخلي بعض من الشراب بعض اكثر من 100 مليون اذا يعني الاموال تصرف يمينا ويسار اذا المسئولية اهلا نعاود ونكرر ونعاود ونقول المسئولية نكرر ونعاود ونقول على عاتق اعضاء الجمعية العامة اعضاء الجمعية العامة في امتحان حقيقي امتحان حقيقي وجوهري والامتحان هذا راح يكون خطوة لبناء كرة قدم جزائرية نظيفة كرة قدم جزائرية لتكون فيها لما يكونش فيها الفساد ويكون فيها الشفافية والنزاعة ايضا يعني لما نشوفه احنا مبالغ مالية ضخمة ملاهير ماليارة وبالجه المقابلة نشوفه شعب مسكين حشاكم اكرمكم الله ياكم الفضلات ياكم الفضلات هذا هو تبذير المال العام الصرف اموال طائلة لا حسيب ولا رقيب يمين ياسار بحجة ماذا بحجة انك بتبنو منتخب وطني ولا تصرفه املاير منتخب الوطني في ايدي امينة قلتها سابقا عديد من المرات اذا اعضاء الجمعية العامة امام امتحان صعب وامتحان حقيقي هذه الفرصة انتعكم لا بغيتو تبنيو كرة جزائرية نظيفة خليم الفساد كرة جزائرية فيها المساوات فيها الشفافية والنزاهة هذا هو الامتحان الحقيقي انتعكم لو تقوله نخافوا ما نخافوا اتحادية اتحادية ذي انتهت اتحادية انتهت منذ زمان وليس منذ الان اتحادية هذه اللي تعطيها الكاف صفعات اتحادية لمعطاتها ولا قيمة سواء الكاف كفيف mud растابلها احمد احمد او跟minist explanations بقياة الجنوب الابريقي ايضا الجنوب الابريقي هذا ما تعطينا ولا تمثيل مع هذا زد شيء اللي كان يقول بني الدعاء انه راح جنوب افريقي زي حبيب الجزائر وصديقنا وحبيبنا ويعطينا مناصب ماعطاكم ولا شيء وما يعطاكم ولا شيء لو حتى وتستمروا ما يعطاكم ولا شيء لألكم ناس ما بدأتوش ما جيتوش الاتحادية باش تخدموا الاتحادية ولا تخدموا الجزائر تخدموا اغراض كم الشخصية وهذا واضح وجلي شفناها في العديد من المرات اذا الكاف تعطينا الصفحة الكاف المناصب اتقسموها في بعضها الجزائر دولة بحجب قارة كما نقولوا ما كانوا له هذا الواش سوء تصير بتاعنا لان حطينا ناس ليسوا اهل المنصب وهذه النتيجة يا اعضاء الجمعية العامة الفرصة امامكم الفرصة مواتية هذا هو الانطلاقة راح تقول انطلاقة من المصادقة على التقرير المالي والادبي اذا صدقتوا بالاجماع على التقرير المالي خاصة هذه الطامة الكبرى ولا نلوموا الا انفسنا وراح ينتكونوا وصمة عار على الكرة جزائرية وصمة عار على الكرة جزائرية راجعوا حساباتكم قلتهم ونعودها الكاف ابرز مثال ما نرجعوش المقابلة تعبر كده عفوا المقابلة لانا ما عندناش وزن وثقل في الكاف رانا اضعف الناس في الكاف اضعف القوم هم نحنو حبينا ولا كرهنا اذا لازمنا نبنيه على قاعدة صحيحة اول شي نبدو بالتقرير المالي ومن بعدها لما نخيره ايضا نختار الشخص لعنده بعض المعطايات لتساعدنا في الكاف يعرف بعض كواليس الكاف هذا اللي راح يصب في مصلحتنا ومصلحات الجزائر ومصلحات ايضا لمنتخب الوطني لاننا مقبلون على تصفيات كأس العالم واذا لم نتحرك سوف نرى الويلات الويلات ثم الويلات اذا المساج واضح والرسالة واضحة لاعضاء الجمعية العامة كونوا قدر المسئولية كونوا قدر على قدر المسئولية نتمنى وتوفيق للكرة جزائرية وللمنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات في الاخير متقالة مع مجزي من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته